تعالوا نروح لتفاصيل اليوم الأخير في المركات الشتوي بنادي الزمالك أولا حتى هذه اللحظة نجح نادي الزمالك في اتمام التعاقد خلاص اللحظة دي بقى اللي هي خلصت خلاص اللي هو بعد الساعة 12 خلاص الأمور انتهت في اتمام التعاقد مع ناصر منسي من البنك الآلي في صفقة بيع نهائي واحمد بالحاج من أسوان على سبيل الأعارة لنهاية الموسم الجاري مع حقية الشراء بنهاية الأعارة وكلفت صفقة بالحاج نادي الزمالك 4 ملايين جنيه بالإضافة إلى 560 ألف جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة للأعارة بجانب 11 مليون و400 ألف جنيه يسددها الزمالك لنادي أسوان في حالة تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الموسم الجاري خلال الساعات الماضية حاول نادي الزمالك ضم أحمد الندري مدافع فريق غزل المحلة إلا أن المفاوضات توقفت بناء على رغبة اللاعب بسبب عدم ارتياحه للجلسة التي جمعته بوكلاء نادي الزمالك بالإضافة إلى تمسك عبدالبائي جمال المدير فني الفريق المحلاوي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم مدافع محترم جدا ثالثا دخل نادي الزمالك في المفاوضات مع محمد كناريا لاعب وسط سيراميكا كيجوباترا إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رفض سيراميكا التخلي عن اللاعب رغم وجود عروض مادية قوية أبرزها من نادي بيراميدز بجانب عرض الزمالك رابعا تم عرض عبدالرحمن مجد جناح النادي الإسماعيلي على مسؤولي الزمالك وتواجد اللاعب في أحد القفيات بجانب مقر نادي الزمالك حيث دخل وكيل اللاعب ووافد النادي الإسماعيلي إلى نادي الزمالك للتفاوض حول الصفقة خصوصا وأن مسؤولي الدرويش يريدون استعارب بعض اللاعبين الشباب بصفوف الزمالك مثل أحمد محمود وماجد هاني بالإضافة لعبدالله جمع إلا أن الزمالك يتمسك باستمرار عبدالله وفي نفس الوقت يرفض فكرة ضم عبدالرحمن مجد طيب